حث برنامج الأغذية العالمية على زيادة عدد قواف المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة يوميا إلى الضعفين على الأقل لتلبية بعض الاحتياجات الأساسية للسكان مشيران إلى عدد الشاحنات يجب أن يبلغ 300 على الأقل يوميا وقال نائب المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمية إن القوات الإسرائيلية رفضت دخول 14 قافلة غذائية ضمن مهمة البرنامج إلى شمال القطاع